بالسؤال للصحافة ليه إعلام الزمالك كده صوته واطي ودايما يعني محايدين بقى وبيخافوا يتكلموا يعني معرفش إلا القليل منهم يعني بيطلع يتكلم من حقيقة ودفعا قدار الزمالك لكن دائما وابدا بنلاقي الصوت العالي هو طيب هو أنا من معايشتي يعني للموضوع ده أنا عندي حاجتين الحاجة الأولانية بالنسبالي إن دي ثقافة أجيال قديمة الأجيال القديمة اللي كانت في نادي الزمالك من الصحفيين هي اللي عملت ده فكرة إن أنا أطلع أقول أنا محايد علشان ما أقولش أنا زمالكاوي فربما أفقد بعض الفرص من قبل الجانب الآخر تقول ليه جانب الآخر بعملش كده لأن الجانب الآخر واخدين جانب القوة يعني هم خلاص اعتمدوا على إنهم الجزء الأقوى وهم اللي عندهم الفرص بس أنا مقتنع بجزء الأولاني بتاعك اللي هو طوارس أجيال يعني بس لكن الجزء التاني بس عايز أقول لك حضرتك حاجة يعني أنا أولا لا أعترف بشيء اسمه الحياد يعني مفيش حاجة اسمها محايد ولكن في حاجة اسمها موضوعي موضوعي إن أنا الحياد ده حياد عن الحق أصلا يعني يعني أنا محايد إن أنا أنا موضوعي لو شايف حاجة غلط في الجانب الآخر لازم أقولها ولو شايف حاجة غلط في الجانب الآخر لازم أقلها يعني ما عنديش مشكلة في أن أنا أقول الغلط فين وأقول الصحي فين ما عنديش مشكلة في ده خالص وما عنديش مشكلة أن أنا أقول أن أنا زمالكاوي خالص نهائيا لأننا ممكن واحد أنت كعبد الرحمن ولا بتكلم الصحفي أنا كشخصي أنا مش مسؤول عن الآخرين ولكن أنا بتكلم من خلال معايشتي للوضع بشكل عام فدايما الناس بتحط فكرة معينة أن أنت لو قلت أن أنا زمالكاوي فده شكلك مش هيبقى كويس قدام الناس لازم تبقى شكلك أحسن أن أنت تقول أن أنا ما عنديش انتماء لا عادي جدا هل هو في القصة دي بيجري ولا سبق صحفي حتى لو كان على حساب الزمالك هو في فترة يعني ده من ضمن الوراثة أن في ناس كانت موجودة وترقصت أماكن في نادي الزمالك وكانت في جرائدها الخاصة بتعتمد اعتماد كله على أن نادي الزمالك مشاكله مجرد يعني في مثل شائع أن أنت مجرد ما تدخل جامعة الدول العربية شريع جامعة الدول العربية فأخبار الزمالك وصلتها اشتركوا في القناة